إيطاليا تفاجأ العالم وتتخذ قرار جديد وغير مسبوق مع المغرب مرحبا معك وبالبيس باس الشيك إن شاء الله تكون بخير جماعة وصحب السلام بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوعهم جدا جماعة بهذا الفيديو رح نشوف إيطاليا تفاجأ الجميع وقرار غير مسبوق مع المغرب وأيضا عنا موضوعهم مع قصة السفينة التي توجهت إلى المغرب قبل ما نبتدي الفيديو لا تشتركوا بقناة فعل زر الجرس سنضر الدعمة توصل تحطوا لك جماعة خلي فيديو تشير خليه قبل ما نبتدي الفيديو شفاي الصورة جماعة شوصة بلاغ عاجل أعرب المغرب عن إدانته الشديدة واستنكاره القوي لأقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى واغلق بواباته والاعتداء على المصنين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية مما خلف عددا من المصابين وذكر بلاغ لوزارة الشئول الخارجية والتعاون الأفريقي والمغارب المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر أن هذا الاعتداء الصارف والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان المبارك على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة وضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته وشار إلى أنه بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد الثالث نصره الله فقد تم تبليغ هذا الشجب والتنديد مباشرة إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالربع وعلى هذا الأساس بتعليمات من الملك محمد الثالث رئيس لجنة القدس المملكة المغربية تندد باقتحام الأقصى هذا هو البلاغ الذي أتى الآن منذ لحظات معدودة هل انتهى الموضوع عند هون؟ الجواب ولا؟ جنوب أفريقيا في مأزق كبير المغرب أفشل مخطط الجزائر وجنوب أفريقيا بمجلس الأمن الدولي جنوب أفريقيا في موقف محرج أمام المغرب بعد أن فشلت الجزائر وجنوب أفريقيا في خطتهما الرامية إلى تسبيت بعض الاتهامات والإدعاءات ضد المملكة المغربية تحت عنوان انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء المغربية وذلك عبر استغلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلام والأمن والعنف الجنسي في النزاع الجزائر وجنوب أفريقيا تناوبتا على تقديم ادعاءات وخرافات كما العادة بالجلسة المفتوحة بدون أذلة أو إشارة لأحداث بعينها بل الكثير من المزاعم والكلام الفطفاض والذي لا يحمل أي أثر قانوني أو واقع ومن جهة أخرى انتقد عمر القادوري عضو الممثلية الدائمة للمغرب بالأمم المتحدة كلمة جنوب أفريقيا والجزائر مشيرا إلى أنه آخر من له الحق في الحديث عن حقوق الإنسان هي الجزائر وجنوب أفريقيا بدليل ما يقع الآن وما وقع سابقا مضيفا أن التصريحات جنوب أفريقيا محط افتراء وكذب وعلى هذا الأساس المغرب أفشل مخطط الجزائر وجنوب أفريقيا في موقف محرج أمام المغرب بعد أن تماشيت مع أطروحة الجزائر بدعم الجبهة الأنفصالية تحية كبيرة للدبلوماسية المغربية التي قلبت الطاولي على الجزائر وجنوب أفريقيا هل انتها الموضوع عن دول؟ إيش جواب ولا؟ توتر شديد للغاية في الجزائر الجزائر تعيش بتوتر غير مسبوق قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن النظام الجزائري يتخوف من ضربة مغربية باتت تلوح بالأفق وفي التفاصيل يعيش النظام الجزائري هذه الأيام على أعصابه وذلك بعد تأكدهم من وجود اتصالات مكسفة بين الرباط وموسكو على بعد أيام قليلة من الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن حول قضية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية المعطيات المتوفرة تشير إلى أن النظام الجزائري بدأ يحس ببوادر تغير قريب وتدريجي في الموقف الروسي من قضية الصحراء المغربية إذ بعدما كانت موسكو تعارض دائما أي قرار يدعم بشكل واضح الطرح المغربي من المرتقب أن يخفي بوتين من دعمه للأجندة الجزائرية وهو ما يعني إمكانية تمرير قرار يشكل ضربة قادية لجميع مخططات الجزائر هذا التخوف الجزائري تزايد عقب الاستقبال الذي حظي به السفير المغربي في موسكو لطفي بوشعر من طرف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي والذي أجمع الطرفان على أن نتائجه كانت إيجابية خاصة وأن روسيا قدرت كثيرا عدم انحياز الرباط للجانب المعارض لها والذي أجمع الطرفان على أن نتائجه كانت إيجابية وينتظر أن تشهد جلسة الأربعاء بروز الموقف الروسي من ملف الصحراء بشكل صريح بعد أن ظهرت مؤخرا إشارات كثيرة للتقارب مع المغرب ومن بينها تضيف موسكو للمملكة ضمن الدول الصديقة التي لم يشملها قرار منع تصدير البضايع بالإضافة إلى دعوة الحكومة الروسية لمواطنيها الراغبين في السياحة بالخارج إلى التوجه للمغرب وأيضا كما رأينا بليلة الأمس الحكومة الروسية قد وصفت الصحراء ولأول مرة بالمغربية وبتعدد عن وصف الغربية وعلى هذا الأساس وبعد هذه التطورات الجديدة النظام الجزائر اليوم يتخوف من ضربة جديدة دبلوماسية تلوح بالأفاق هذا ما آنت عنه المصادر منذ ساعات معدودة هل أنت عن موضوع عندهم؟ إجابة لأ المغرب يستقبل أول باخرة للغاز الطبيعي المسال في غضون أسبوعين المغرب يستقبل أول باخرة للغاز الطبيعي المسال في غضون أسبوعين لتعويض نقص الإمدادات حيث قال موقع اليوم 24 من مصادر مطلعة إن المغرب يستعد لاستقبال أول باخرة محملة بالغاز الطبيعي المسال بعد اللجوء إلى السوق الدولي المتعلقة بهذه المادة لتعويض النقص الحاصل في إمدادات الغاز عقب توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي ونجح المغرب في إبرام عقود استيراد الغاز المسال بعد المفاوضات دامت عدة أسابيع وأحيطت العملية بتكتم كبير لتأمين نجاح المفاوضات مصادر برلمانية مسؤولة أحيطت علما بالموضوع قبل أيام قالت أنه من المتوقع أن ترسو أول باخرة محملة بالغاز المسال المستورد في غضون أسبوعين ولا يعرف مصدر الشحن الأولى من الغاز الطبيعي المسال التي ستصل إلى المغرب ولكن يرجح أن تكون من إسبانيا وقالت وزيرة الانتقال الطاقي ليلة بن علي في النهاية لدي مفاوضات خاصة مع وزيرة الطاقة الإسبانيا ما نراه الآن وبحسب هذه المصادر المغرب يستقبل أول باخرة للغاز الطبيعي المسال وحسب المصادر من إسبانيا هل انتعلم موضوع عدون؟ إيجاب ولا؟ إيطاليا والمغرب عجل إيطاليا تتخذ قرار هام وغير مسبوك مع المغرب حيث قالت إيطاليا بالحرف نحن ملتزمون بتعزيز التعاون في جميع المجالات مع المغرب قرار إيطاليا أتى على لسان وزير الخارجي الإيطالي الذي قال إن المغرب شريك استراتيجي ومحاول رئيسي بخصوص القضايا الأقليمية حيث أكد وزير الشؤون الخارجي الإيطالي لوجي دي مايو أن المغرب شريك استراتيجي ومحاول رئيسي لإيطاليا في المنطقة وكتب الوزير الإيطالي في تغريدي على تويتر بشأن المحادثة الهاتفية التي أجراها مع ناصر بوريطا أن المغرب شريك استراتيجي لإيطاليا ومحاول رئيسي بخصوص القضايا الأقليمية بدءا من ليبيا مؤكدا رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن بلاده ملتزمة بتعزيز التعاون مع المغرب وليس هذا فقط بل أيضا قرارات تاريخية باتجاه المغرب وهي الالتزام الكامل بتعزيز التعاون في جميع المجالات ما نراه الآن يجعلنا نقول تحية كبيرة للدبلوماسية المغربية تحية كبيرة للعلاقات المغربية الإيطالية ها نحن نرى الآن قرار هام وغير مسبوق من إيطاليا اتجاه المغرب ونقول في نهاية هنيئة لنا بيازي الإنجازات المتتالية نعم إنها المملكة المغربية إنها المملكة المغربية إنها المملكة العلوية الشريفة إنها المغرب يا سادة ويكسنا يا أخيب كل حبوة نشيدنا على الدوار ما قاله المولى الإمام أبناءنا إلى الأمام فكلنا في دا الوطن يحيى الملك يحيى الوطن يحيى الملك يحيى الوطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر